معكم في لوماجي اكس بخيس صفية المحرر تلتحق بنا في خبر عجل وهو اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي تصفيد هاشم صفية الدين صفية بالفعل وليد هذا هو الاخبار اللي اعلن رئيس وزراء الاحتلال بن يمينة تانياهو رسميا هو اغتيال الامينة العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بطبيعة نحكيه على اغتيال خليفة المحتمل هاشم صفية الدين اللي نحكيه عليه هو قيادي في حزب الله اللبناني يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله كان يعد الرجل الثاني في الحزب قبل اغتيال حسن نصر الله في الفين وعشرين وهو ابن خالد الامين العام السابق في ثلاثة اكتوبر ورد انه صفية الدين اتعرض لغارة جوية اسرائيلية في بيروت ومن غير الواضح ما اذا كان قد اصيب باذا وفي خمسة اكتوبر اعلنت الاستخبارات الاسرائيلية نحكيه على جهاز المساد مقتل صفية الدين في الغارة هذية فيما لم يؤكد حزب الله الى حد الان الاخبار هذا نذكر انه تقريبا نفس الطريقة لاعلن بها جيش الاحتلال انه قام باغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وكنا ننتظر البيان الرسمي والنهائي من حزب الله اللبناني لكن الاستخبارات الاسرائيلية والمساد الاسرائيلي ورئاسة الوزراء الاحتلال اعلنت انها متأكدة من خبر اغتيال حسن نصر الله وتقريبا نفس الطريقة لليوم ننتظر فقط الاعلان من حزب الله اللبناني نذكر انه صفية الدين كان هو الخليفة المحتمل للامين العام حسن نصر الله تقريبا نحكيه على القيادات الكبرى وليد في حزب الله اللبناني تم تصفيتها تقريبا منذ الثامن من اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين وتقريبا منذ هذا الشهر يعني اواخر سبتمبر اوائل اكتوبر تم تصفية القيادات الكبرى نحكيه على الامين العام حسن نصر الله نحكيه على القيادة حسن نصر الله صفية وتم الاعلان رسميا من حزب الله على استشهاده عشر ايام التالي. اي. بعد. منذ عشر ايام. بعد مدة صحيح من اعلان العدو كانوا تم التصفيد. حلما انه رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريح اه كان تواجه به للاعلام الاسرائيلي. يقول قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفته وخليفة خليفته. اي. عليش قلت لك تقريبا كل القيادات نحكيه على فؤاد شكر نحكيه على ابراهيم عقيل نحكيه على علي كاركي اه الامين العام اللي هو حسن نصر الله واليوم نحكيه على اه هشم صفية الدين اللي هو الرجل الثاني في الحزب ولي كان من المقرر انه يتم اعلانه امين عام رسميا فقط نحكيه وليد اليوم تقريبا على بعض القيادات اللي قاعدت في الحزب وبينها اه نائب الامين العام اللي هو الشيخ نعيم قاسم ولي كان نتكلم اليوم وقال انه الحزب بش يواصل معاركه ضد الاحتلال وقواته بش تكون متجندة ضد الاحتلال الاسرائيلي خاصة ضد الضاحية الجنوبية لكن تقريبا ما نجمش نقوله الا انه ماشيين في تفكيك حزب الله لبناني خلق فراغ خاصة خلق فراغ تسييري يعني كتضرب القيادات الكبرى بهذا الشكل في هذا التوقيت بصفة متسارعة سوفيان اه اصبحنا نحكيه على اه الهدف من هذا الكل هو خلق فراغ من الضربة موجع صحيح ومحاولة هي هذي المشكلة سوفيان تزامن معنى تتالي الضربة للموجع تتالي اكثر 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 مشكلة كبيرة لكن لكن اه اه فم حاجة اخرى سيد معطى معطى اخر مهم هو انه حزب الله ليس تنظيما سياسيا فقط هو ايضا تنظيم عقائدي ديني طائفي يؤمن بحاجات اقوى برشة من روابط التنظيم الحزبي وبالتالي معنى كانت الضربات الموجع اي واحد اليوم اي واحد اليوم في القيادات الوسطى من من تنظيم حزب الله اه يتم الاتفاق حوله ولانا كنقول الاتفاق حوله باعتباره هذا تنظيم يؤمنه بولاية الفقية تنسيوش اي انه كنقوله يتم الاتفاق حوله بمعنى فريح انه ايران تعينه لانه الفقية غادي في ايران تعينه فبش يكون عنده سلطة مماثلة تحسن ناصرال هذا يلزم تكونوا متأكدين منه همده بخلاف حركة حماس اللي هي لو تصير لها الضربات المتتالية كيما صارت ومصارت ليش لحقيقة الضربات المتتالية كيما صارت لحزب الله تكون وقها اشد على تنظيم حركة حماس نفسه الان اه الاخبار ذوك مؤكد على الاقل من جهة العدو لانه اعلن رسميا تصفية هاشم صفي الدين اللي هو كان مؤهل او كان هو الابرز من الاسامية المطروحة لخلافة حسن ناصرال على رأس حزب الله صفي هو وليد الاجتماع اللي كان فيه هاشم صفي الدين واللي استهدفت القوات الاحتلال الاسرائيلي اللي كان في الضاحية الجنوبية وخليني نقول انه تقريبا 73 طن من المتفجرات تم استخدامها في الهجوم هذية واللي كان اضخم بكثير من هجوم اغتيال حسن ناصر الله الاجتماع هذية كان فيه صفي الدين وكان فيه ايضا مستشار من الحرس الثوري الايراني اللي هو اسماعيل قآني اللي لحد الان ما يعرفوش مصيره ايضا في الاجتماع هذي اللي كان بش يعلن فيه رسميا انه بش يتم تسمية هاشم صفي الدين مكان حسن ناصر الله نحكيه ايضا كما كان يحكي صفيان على انه الحزب ربما مخترق فقط بعض المعلومات اللي تتواردها بطبيعة الصحف العالمية واشنطن بوست تقول انه المرشد الايراني علي خامنئي كان اتصل بحسن ناصر الله قبل ايامات من اغتياله وكان اعلنوا انه هناك نية كبيرة جدا لاستهدافه واغتياله وكان طلب منه انه يتوجه الى طهران ولكن حسن ناصر الله ارفض انه يتوجه الى طهران فالمرشد الايراني قام بارسال عباس نيبروشين اللي هو توفى مع حسن ناصر الله في الضربة هذيك لاقناع ناصر الله بالتوجه الى ايران خوفا من استهدافه من طرف العدو الاسرائيلي فقط واشنطن بوست وحسب طبيعة المعلومات اللي اوردتها منذ ايام انه اجهزة التنصت اللاسلكي اللي كانت فجرتها قوات الاحتلال في لبنان هي صنعت في اسرائيل صنعت في الكيان المحتل باشراف اسرائيلي ومنذ 2015 كانت الدولة العبرية تتنصت على حزب الله اللي اللبناني وجمعت المعلومات الكل تقريبا اللي عندها وهذا ما يفسر انها تستهدف القيادات في مكان تواجدهم تقريبا بالضبط يعني نحكيه على 14 متر تحت الارض رأو اجتماع حسن ناصر الله بالقيادات يوم اغتياله كان في مأوى تحت الارض يعني وستهدفته قوات الاحتلال وتعرف بالضبط يعني اماكن القادة وتعرف وين موجودين وتستهدفهم وبالطبع اذا كان اعلن المساد الاسرائيلي فانه رأوا المعلومة تكون مؤكدة يعني حتى بعد ايام يعني منذ الخامس من اكتوبر تم الاعلان عن اغتيال صفية الدين ولكن رسميا اليوم يعلن الاحتلال الاسرائيلي انه اغتاله وبالطبع كان هذا في اجتماع امني مصغر قام به رئيس وزراء الاحتلال مع بعض الوزراء غريبة قومي معتا غريبة انه معتا مني بداية حديثة البيجرز من 2015 قاعد اسرائيل تتجسس على حزب الله اللبناني وحضفت البيجرز كانت كل معناها كدك معتا تفهم انه بديت الحربيلي وغريبة انه معتا مفهمة حتى معتا مجوغ يعني حتى اجراءات اه احتسابا معتا وبعض اغتيال حسان ناصر لا يعني نفس الطريقة يعني تم على خطر هو الحزكي ما قتلك يجر على خطر هي بالضبط هي لمت كل المعلومات وقاعد تستخدمهم هي ما كانش مستتهدف حزب الله توا حسب بطبيعة اما ورد في الصحف الامريكية اللي تنشر نقلا عن مسؤولين اسرائيليين الكيان المحتل كان بش يستهدف حزب الله اذا كان قام بالتواغل البري في لبنان وكان بش يفجر الاجهزة هذه وبش يحقق تفوق استراتيجي على حزب الله اللبناني بما انه بش يقتال تقريبا كل القيادات الموجودة على الميدان والمقاتلين حتى المعلومات اللي وردت في واشنطن بوست وكنت طلعت الحقيقة يقولوا انه الاجهزة هذه يعني فيها ازرار انه يلزنك تستعمل ايديك زوز كتشد الجهاز في ايدك فوقت اللي تتفجر ايديك زوز يصابه وكان هذا بطبيعة كما قلت الكله كان في اطار استراتيجية واضحة من العدو الصهيوني وتصنعت في اسرائيل بمساعدة الشركات اللي كنا رينا انه تحدثنا على المجار وتحدثنا على برشة بلدان امبليكي في الحكاية هذه فكانت تصنع في تل ابيد شكرا لك صفية نذكر مرة اخرى بالخبر رئيس الوزراء الاسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين ويصرح يقول اغتلنا حسن نصر الله وخليفته وخليفة خليفته دونك هذا هو الخبر بشو نواصلو مع الشأن الوطني ونحكيو على تصريح وبيان خرج عن حملة العيشي الزمال البارح مدير الحملة الانتخابية للعيشي الزمال رمزي جبابلي يقول لا بد من تهديئة سياسة شاملة ويجب ايضا ان يكون هناك قراءة لنسبة المشاركة والعزوف ومشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية ويضيف خلال تدخل في برنامج ميدي اكس بخيس اليوم ان الانتخابات هي مرحلة من المراحل في التاريخ ويقول لا تون في تاريخ تونس ولا يجب الوقوف عندها وبناء مواقف رسمية كبيرة كما ان الانتخابات وما تعلق بها من نزاعات هي مسألة تونسية ولا مجال للتدخل الخارجي فيها ويضيف بالقول البعض يريد ان يجر نحو الفوضى ولا نريد ان يكون اي طرف وصي على الشأن التونسي وهناك من يريد الزج بالعيشي الزمال في اشكاليات وهناك بعض الغايات ميناء الخارج وفق قوله ويضيف الصراعات الداخلية يجب حلها في الداخل واكد ان البيان الصادر هو بيان رسمي عن حملة العيشي الزمال ولا مجال للتشكيك فيه مدير حملة العيشي الزمال تصريحه نقرأ منه سفيان اولا الاعتراف بالهزيمة القبول بنتاج الانتخابات ودعوة الى التهدئة يظهر لرسائل ايجابية من منافس مترشح في الانتخابات اللي النتائج معناها ظهرت هزيمته بفارق عريف اي معناها النتائج الفارق في النتائج مع عدم موجود ملاحظات تذكر على عملية التصويت يخلي انه ما فماش امكانية اخرى غير القبول بهذه النتائج والاقرار بالهزيمة واعتبر انه مدير حملة العيشي الزمال كان ذكيا في الاسراع باقرار الهزيمة والتوجه الى طلب اللي هو في الحقيقة ذكي يزدى انه الهدنة السياسية لنوقف الضربة وهذا علاش لانه ما تنساوش انه هذا مدير حملة العيش الزمال اللي هو موجود في السجن ومحكم عليه بسناشر عام السجن وغدويكا عنده عشرة قضايا اخرين مش يتعد عليهم دونك مايش كاملة نجم الحصيلة انت ع سنوات السجن تزيد ترتفع على فكرة طالب جباب لي طالب باطلاق صراحة هذا هو هذا هو يقولك ان وقفوا لحساب يزي الانتخابات صارت انه اه الهزيمة موجودة اه ايجا نعملوا هدنة سياسية تقوموا على ماذا تقوموا على امرين ان فتح سياسي يبدأ من اه اطلاق صراحة الموقفين عدد من الموقفين وثانيا من الجهة الاخرى من الجهة الاخرى القراءة متأنية لنسبة المشاركة وخاصة ان يعزو الشباب في هذا الكل يعطي تطمينات للسلطة شنية رانا في كل حالات عركتنا معاكم راي في تونس والخارج ما عندناش علاقة بيه انت تعرف حساسية الرئيس قش سعيد في اه توجاه كل ما يتعلق بالخارج اه تقرأ تصريحا رمز جبابلي رمز جبابلي تقراه بطريقة بتاع هذا المساج بتاع تطميم bla موقف مسؤول موقف مسؤول هذا ايضا منشكمش فيه موقف مسؤول وفي كل الحالات سوفيان زادة يحينا إلى أنه صاحب الموقف هذا إذا كان نحكيه هنا على العيش الزمان اللي هو اليوم في السجن يبدو لي كانوا مكانوا مهوش السجن إذا كان أنت بعد الترشح لحملة انتخابية وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج تخرج بيان بهذا الشكل وتطلب التهدئة السياسية وتطلب الآن جملة من معناها نحط الصراعات الداخلية ونتبرق من التداخل الخارجي يظهر لي مكانوا مهوش السجن في الحقيقة العيش الزمان ماتقيقة لولا مكانوا مهوش السجن مهوش السجن مكان مرشح للانتخابات المكان الطبيعي اللي مرشح للانتخابات أنه يقوم بحملته معه أفراد حملته به يتخلى السجن لكنه فات الانتخابات وأقرب الهزيمة صحيح وعطا تطمينات الشمزال الشبش نربحه منها البقاء عليه في السجن وشن هي التهمة هي وقت اللي هو ثابت أنه ما عنده حتى علاقة مباشرة مع الناس اللي قدمت منه قضايا معا للبناء والتشييد أما إيجا ناخذ القياسات قبل مع هجر أنت